سنة تسعة وسبعين في اكتوبر تسعة وسبعين بالزبط سبت فرقة البتيشة قررت ان انا اعمل ستوديو صوت الدلتا وعملت الستوديو فعلا انا افتتحت في مارس ثمانين وابتدت الزباين تيجي وكان جو جميل جدا لحد ما حسين ان امودي كانوا بيعملوا شريط عندي كانوا بيسجلوا الشريط معهم منتج المنتج سابهم في نص الشغل وحسين صاحبي جدا خلي فجأة كده في المكتب قال لي المنتج سابنا وفي نص الشريط ومش عارف اعمل ايه ما تنتج انت انا مكنتش في دماغي ان انا حابقى منتج انا في دماغي ان انا حعمل ستوديو وحسجل للناس فحسين اللي هو حطاقه في دماغي طب ما تنتج انت وحبيت اساعد صديقي يعني صديق العمر الحقيقة فكملت معاه الشريط النص التاني ونزلت الشريط واشتغل لذيذ قوي وفتح نفسي على الحيكات الانتاج بعدها عملت شريط راشا بقى ده دمر الدنيا ده بقى مش فتح نفسي ده خلاني مية في المية ابقى منتج الشريط ده وهاكذا الشركات الانتاج اللي ظهرت دي تنوعت بشكل كبير جدا يعني اصبح فيه شركات انتاج للاغاني السوداني للمديح الشعب الانشاد الديني اصبح فيه شركات انتاج مخصوصة انا في فاكر العتبة بقى فيها مئات شركات الانتاج هما بيجيبوا جهاز يطبع فظهرت شركات كتير جدا جدا وكانت بقى كل المعاقر الشين يروح يعب شريط زي محمود عبد العزيز في الفيلم ويروح لمؤلف اغاني يقول له كلمتين هو ايه الموضوع اللي عاوزه فمؤلف الاغاني يقول يا صبر صبصب على صبر وحاكزة بتاريخ تو